موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن ما وراء ظهور الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الشكل وبهذا الخطط بلا أدنى شك أن الكل كان يتوقع بالنسبة للذين يؤمنون أن الرئيس سيظهر كانوا يتوقعون ظهور الرئيس إما أنه نازل في المطار عائد أو أنه في إقامته داخل الدولة يفاجئ الجزائريين بظهوره أو أنه يظهر من خلال زيارة لوفد تلفزيوني يصورونه يلقي كلمة مختصرة يظهرونه وهو يتحرك يقوم ببعض الأمور هذه الاحتمالات الواقع وهناك أيضا من احتمل عدم عودة الرئيس وأن الرئيس توفي وأن الرئيس يحتضر أو ما إلى ذلك كل الاحتمالة واردة وسبب هذا هو ذلك الغموض وتلك الطريقة التي تعاملت بها رئاسة الجمهورية مع مرض الرئيس والتي أوحد إلى أنها لأن الطاقم الإعلامي إما أنه ليس في المستوى المطلوب أو أنها هناك جهات أرادت تسيير هذا المرض بهذه الطريقة التي كانت محل انتقاد عندما كان بوتفليقة هو الرئيس المريض كثير سألوا لماذا ظهر الرئيس بهذا الشكل من حيث المبدأ أن ظهور الرئيس بهذا الشكل غير طبيعي وأن هذا الشكل مهين لمنصب الرئيس الرئيس لا يمكن أن يظهر بهذه الطريقة عن طريق فجأة عن طريق فيديو مقطع بطريقة ليست حتى احترافية ونلاحظ المقاطع ثلاث مقاطع ينتهي المقطع بكلام وبعد ذلك يعاد جزء من الكلام الأخير في المقطع الثاني ليست هناك احترافية في تقديم الرئيس بعد غياب ما يقارب الشهرين كما أكد الرئيس بنفسه كما تعلمون منذ ما يقرب شهرين وخدته إلى الخارج على جناح السرعة هناك قراءات نتحدث بمنطق التحليل أولاً وقبل كل شيء وهنا أفتح قوس أنني عندما قلت في المداخلة الماضية أنه ظهور باهت لم أكن أتحدث عن وضعه الصحي كما يتوهم الكثير أنا أتحدث عن ظهوره الباهت ليس في شكله الشخصي بإنما في ظهوره كرئيس للجمهورية ما بين بعد غياب بهذه المدة وبعد هذا الحبر الذي أساله وبعد هذا الجدل الذي حدث ظهور باهت وبطريقة لا طليق برئيس الجمهورية هذا هو كلام أمر آخر أن هناك من روج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنني كنت أتحدث عن اجتماعات دورية حول قضية أنه جاء أبو أسس العسكرية خاصة تبحث ما بعد الرئيس تبون وتضع سيناريوهات مختلفة طبيعي جدا أولا أن النظام الجزائري والسلطات الجزائرية والسلطة الفعلية هي المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة أنها تبحث سيناريوهات مختلفة وأؤكد لهذه اللحظة أن كل المعلومات التي نقلناها صحيحة وأن السيناريوهات الأكثر سيناريو تم طرحه هو رحيل عبد المجيد تبون زادتها قضية المرحلة الانتقالية التي طرحها الرئيس الفرنسي ماكرون زادت تأكيد على أن هناك طرف قوي داخل السلطة الجزائرية كان يبحث مرحلة انتقالية ما بعد عبد المجيد تبون مجيد الآن تزايد وتقول هاوظ هر الرئيس تبون معناها خلاص أنه لم تحدث اجتماعاته بهذه الطريقة أنتم الذين تترويجون إلى هذا الطرح تهينون الدولة الجزائرية لا يمكن لدولة لديها مؤسسات ولا يمكن لدولة لديها نظام أمني وديها عسكري وأشياء كذلك لا تبحث سيناريو ما بعد الرئيس الرئيس متمدد على فراشي الموت كان في وضع سيء لأنه غادر في غيبوبة والرئيس بحد ذاته أكد صحة المعلومات قال ما يقارب الشهرين وهم نقلوه نهار 28 28 حتى اليوم ظهوره شهر ونص علش قال ما يقارب الشهر نحن تحدثنا بأنه مرضه كان قبل ثمن طاعش كان قبل ثمن طاعش أكتوبر من ثمن طاعش لو نحسب فقط من 17 أكتوبر حتى إلى 13 نلقاه ما يقارب الشهرين وأيضا على جناح السرعة هذا كذب ما قالته رئاسة الجمهورية من قبل بأنه بتوصية من الأطباء من أجل إجراء فحوصات في ألمان لا نقالوه على جناح السرعة لأنه كان في وضع سيء وخطير والرئيس أكدها بنفسه الرئيس كذب كذب لأنه أولا ربما لا يدري ما قالته فيه لأنه كان في وضع صحي لم يتابع أو ربما أراد فقط توجيه رسائل بهذه الطريقة ولا أعتقد بأن الطريقة الارتجالية التي تحدث بها يمكن أنه يهتم بكثير من الأمور بقدر ما أراد فقط أن يوجه بعض الرسائل هذه اللي سنتعلم رئيس ظهر بهذه الطريقة إما أنه هناك ثاء قراءات أولا إما أنه قرار شخصي الرئيس أحس وشعر بأنه يجب أن يظهر كان معه ولد وقال لجيب الكاميرا صور حط في تويتر من دون عودة إلى الرئاسة ولا إلى مصالح ولا إلى الذين يتواجدون معه وواضح أنه لو كان هناك من يتواجد معه بحكم أنه رئيس جمهوريا وهو المؤكد بأنه لا يوجد معه أحد إلا ابنه حتى عبد الحفيظ علاهم من قبل قال يتواصل مع ابنه وكنا انتقدنا ذلك انتقاد كبير كيف رئيس جمهوريا مريض لا يوجد معه إلا ابنه وللرئاسة الجمهورية إذا أراد تأخذ معلومات تأخذها من ابنه وبعد تلك الانتقادات راح عبد الحفيظ علاهم وكذب ونفى وأنكر ما قاله أولا روسيا اليوم عن طريق شريدة الوطن ليس هذا موضوع هذه قراءة وأنا أراها قراءة ضعيفة الرئيس كيف رئيس دولة يغيب كل هذه المدة يرح يجي يظهر عاية الولد وقل له شغل لي التليفون وصور لي وحطه في تويتر لا لا يمكن أن تكون هذا تكون هذه الحالة في أمر آخر فقط أما الوضع العادي الرئيس عندما حس بالتعافي رأي كان السفارة الجزائرية هناك رهما المفروض رهما كان على الأقل مسؤولين يتابعون مباشرة موجودين في ألمانيا يتابعون الأمور يتصل بهم يقولهم حان وقت ظهوري هم يرتبون ظهور الرئيس إذن حكيت أنه مبادرة فردية مستبعدة إلا في حالة واحدة سنتحدث الأمر الثاني والقراءة الثانية أن الرئيس غاضب أنه وصلته معلومات ما وأنا أقول بأنه تعالت في الأيام الأخيرة أصوات المطالبين بعزل الرئيس وتطبيق المادة ميو ثنين وشغور المنسب لأنه قبل نهاية يجب أن يوقع القانون المالية والرئيس وضعه لا يسمح بالعودة هو بنفسه قال أسبوعين أو ثلاث أسبوع أسبوعين أو ثلاث أسابيع لم يحدد يعني الأمر مفتوح لو نديره ثلاث أسابيع معناها يرجع في جنح لو نديره أسبوعين يرجع في النهاية لا غير 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 ممكن غير ممكن إذن الحكاية أنه الرئيس وصلته معلومات ما هناك معلومة شحيحة إلى حد ما أنه تم اجتماع صبيحة ثلاثة عشر صبيحة ثلاثة عشر في يوم ظهور الرئيس هناك اجتماع وهناك دفع يكاد يصل ربما إلى درجة الإجماع أنه يجب أن نذهب إلى المجلس الدستوري وهذا هي نفس الجهة التي عندما قلنا من قبل أنها تواصلت مع شخصيات معينة ما كنا نخبط خبط عشواء بينهم من الشخصيات التي تم التواصل معها هي التي سربت المعلومة نعم ولحاجة في نفسي عقوب لذلك أقول ربما الرئيس وصلته معلومة ربما الرئيس اطلع على الأوضاع وابنه حكاله شوف الرئاسة واش دارت رأيت عاملت معك في نفس الوضع بتفليقة أراه كذا كذا قال شغل الكاميرا ونظهر لأنه ربما راه تواصل مع جهات معينة قالهم لنجب أن أظهر الآن بدأوا يماطلون أحس بأنهم يريدون من هذا الغموذ الذي يكتنف صحته أن هناك أمر ما يبيتون لذلك أراد قطع كل هذا الطريق بهذا الظهور المفاجئ نعم أمر آخر أنه من المحتمل جدا أن يكون إعاز سريع من جهة ما في داخل الجزاء هذه الجهة ترفض ما يتم التحذير له من مرحلة انتقالية عزل الرئيس بسبب وضعه الصحي وشغور المنصب وما إلى ذلك أو عزو اتصلوا بالنجل وقالوا يجب أن يظهر الرئيس سريعا لأن هناك مخطط فسارع الرئيس بهذا الظهور السريع والمرتجل وغير ما حذره لاحظنا كيف يهدر دخول المدرسي الحمد لله كذا الوضع للكورونا الحمد لله فقط ما قال شيك أنه وانا قلت في المداخلة السابقة أن الرئيس ظهر من أجل أن يظهر ولكنه حاول أن يبين أنه يتابع أنه يمارس مهامه أنه لم ينقطع عن الجزائر ولا انقطع عن الرئاسة أن الذين يروجون بأن الرئيس انتهى راهم أخطأوا وأن الذين يخططون لعزله لا يمكن أبدا أن يمرروا مشروعهم أعتقد بأن قراءة هذه قوية جدا أنه هناك إعاز من الجزائر قالوا يجب أن يظهر سريعا بذلك لم يجد ابنه إلا تليفون تصوير وحطها في تويتر وبذلك أخلط عليهم كل الأوراق هناك أيضا قراءة أخرى أنه تم تصوير الرئيس وتم إرسال هذا الفيديو إلى الجهات المعنية في الرئاسة الجمهورية ولكن لم يتم بثه وأخبروه بأنه رفضوا بثه وقالوله بأنه لا يمكن أبدا الظهور الآن وهو الذي رفضه فأحشعر الرئيس بأن هناك من يبيت له شيئا ما فطلب من ابنه نشره في تويتر هذه احتمال وارد واحتمال كبير أيضا أمر الآخر يحتمل أن القائمين على الأمر أرادوا أن يظهر الرئيس بهذه البصات وبصفة عادية من أجل أن يظل الجدل المثار هم يدركون أن نظهره بهذه الطريقة سيفتح مجال للتشكيك في صحة الفيديو بأن الفيديو مزور وأنك أجهزة وبرامج خاصة تم إظهار الرئيس بهذه الطريقة حتى فقط ينهو الجدل حول غيابه وينهو المطالبات التي تتم حول تطبيق المادة يوثنين وما إلى ذلك ممكن هذه قراءة إذن إخواني الكرام هذه بعض القراءات ولكن أنا أرجح شخصيا أن ظهور الرئيس بهذه العجلة وعلى هذه الصورة وبهذا المحتوى وما أورده من كلمات بخصوص الرسائل حقيقة أن هناك رسائل ما وراء الخطاب تؤكد بأن الرئيس أراد أن يجهد مشروعا من حيث مبدأ أيضا أؤكد على أن الفيديو صحيح وليس كما تدعي بعض الأطراف أنه مفبرك وأنه كذا وكذا الرئيس مريض مر بمحنة كبيرة وملامحه ووضعه أوحى ما كنا نقوله من قبل كنا نقول بأن الرئيس كان في غرفة الإنعاش وسافر بغيبوبة ولم يستفق من غيبوبته إلا بعد مدة وكان الحمع العظم كنا نقول دائما هذا الكلام والناس تكذب وتقول لا يا الرئيس بخير لا الرئيس لم يكن بخير وظهوره بهذه الصورة وملامحه أكدت بأنه لم يكن على خير أبدا مر بمرحلة صعبة واصلا إلى الموت تقريبا ولكن الظهور أوحى بأن الرجل الرجل أنه تعافى إلى حد ما كلام يستطيع يتكلم حقيقة لم يكن هناك عنده تركيز وهذا أمر طبيعي أمر آخر من بين القراءات والإحتمالات أنه أظهروه بهذه الطريقة أنه الرئيس ما يتحركش لأنه لو يروح له طاقم تلفزيوني ضروري يظهره يتحرك ضروري يظهره يحكم عن ناس على الأقل يظهر يمشي ولكن تفادوا هذا وأرادوه كأنه يتوجه بخطاب لأن هذا الخطاب لا يقتضي أنه يقف كذا وكذا وكذا فأرادوا أن يظهروه فقط بهذه الطريقة أولا لو مشات له كاميرا التلفزيون لازم تظهر في عدة وضعيات أخرى لذلك تفادوا هذا الأمر حتى لا يظهر الرئيس وهو عاجز عن المشي ولا يستطيع أن يقف وهذا من المحتمل ليس كما يقول بعض أنه أصيب بإعاقة أو بعجز كام وكذا وكذا طبيعي جدا أنه من مر بالمرحلة التي مر بها الرئيس يجب أن يكون عاجز ولا يمكن أن يقوى حتى على الوقوف وهذا طبيعي وهذه شاهدناها عند أشخاص نعرفهم أصيبوا بهذا الوباء إذن هذه من المحتمل جدا ولكن هذه القراءة كان من الممكن جدا أن يصور بكاميرا احترافية يعني إيش حال تسوى كاميرا؟ أنت عندك سفارة وعندها ميزانية ثم ما يقدرش الرئيس والد الرئيس ولا اللي معاه يقول لهم يجيبوا لي الآن كاميرا السفارات كلها عندها أجهزة تصوير يجيبوا له ويصوروه ويقوله بكاميرا احترافية وكذا وكذا ربما ظهوروا بالموبايل هذا ذكرنا بما حدث في تركيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لما ظهر بتلك الطريقة وبذلك الموبايل من أجل إنقاذ الأوضاع من تلك المحاولة الإنقلابية يعني كأنه ظهر بهذه الطريقة ليرد شيء ما سيطاله هذا هو المحتمل أما أن يكون ظهوره فقط لأنه جالس ويخطب معناها أنه فقط حتى يذهب للشكوك وما يظهره وليس يمشي أعتقد بأنه أمر يعني ممكن يكون ولكنه مستبعد إلى حد ما ترى عندما نستمع إلى هذا الخطاب وهذه الخرجة وهذا الظهور تحس بأن هناك رسالة أولا أقول لكم أن هذا ظهور الرئيس كان مفاجئ لأطراف كثيرة في الجزائر وماما منها التلفزيون الجزائري ووكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيونات والصحافة كلهم تفاجأوا بهذا الظهور وقد ظهر ذلك من تعليقات صحفيين يعملون في هذه المؤسسات وأيضا من خلال تواصل مع اصدقاء في التلفزيون أنهم لم يكونوا على علم ولا حتى المدير على علم فجأة حتى صار يتصل بهم الرئيس ظهر الرئيس ظهر لا توجد لديه أي معلومات لأنه لو كانت ظهور هذا مبرمج هل أقل مدير التلفزيون يكون على علم يبدأ يحضر أشياء يحضر تقارير يحضر أمور مفاجئ ظهور مفاجئ لذلك يعني أول حتى لما وسائل الإعلام العالمية تناولت ظهور الرئيس مصدرها حسابه في تويتر هذا رئيس دولة من المفروض ظهوره يكون عبر وكالة الأنباء الرسمية عبر التلفزيون الرسمي حتى لما تتناول القنوات ووكالات يقول كما أظهره التلفزيون الرسمي وليس على حسابه الشخصي في تويتر نحن لا نقلل من شأن تويتر أرى الرئيس الأمريكي استعمل تويتر في كثير من القرارات يعني ما هي ما هكذا ولكن هذا في وضع معين لما كان الرئيس أحيانا يغرد على تويتر لما كنا ننتقده عادي جدا لأنها وسيلة إعلامية ووسيلة تواصلية كبيرة ممكن يستعملها الرئيس ممكن يستعملها أي كان ولكن بهذه الطريقة وفي ظل هذه الظروف أعتقد بأن الأمور ليست على ما يرى إذن ظهور الرأس كان مفاجئ ولم يكن محسوب له ولا كان ينطرف على ما أعتقد في أكثريتهم لم يكونوا على علم بأن الرئيس سيظهر لذلك ظهرت الارتجانية في تناول الحدث بالنسبة إلى وسائل الإعلام ومنها التلفزيون الحكومي واضح جدا أن التقارير أعدت مباشرة بعد ظهوره وبطريقة الصدمة ولحظنا كيف تناولته صفحة رئاسة الجمهورية من المفروض ظهوره في تويتر يوازي مباشرة ظهوره في صفحة رئاسة الجمهورية ونذكر أنه أول منشور نشر عن مرض الرئيس في 24 أكتوبر 2020 كان على صفحة رئاسة الجمهورية وبعد ذلك تبعتها تغريدة على تويتر وعلى حساب الرئيس ولكن الأمر هذا حدث العكس مما يوحي أن حساب تويتر موجود في التليفون الذي مع الرئيس وأيضا أنه أما حساب رئاسة الجمهورية كما قلنا من قبل أنه كان عند مستشارين إعلاميين مكلفين بالإعلام في رئاسة الجمهورية وبعد ذلك تم استلامه من طرف جهات تابعة لقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي وهذه قلناها من قبل إذن صفحة رئاسة الجمهورية لا هي عند الرئيس لا الرئيس عنده تواصل مع القائمين عليها لذلك فضل الظهور على تويتر وبعد ذلك تم رئاسة الجمهورية أخذتها في البداية من تويتر كرابط وبعد ذلك بدأ النشر الشر في وكالة الأنباء في التليفزيون في صفحة الجيش الوطني الشعبي أيضا تم النشر لكن بعد ظهور الرئيس الرئيس ليس شخص عادي الرئيس له منصب رئيس جمهورية من المفروض الظهور ليس يكون بهذه الصورة إذن إخواني الكرام ترى ما هي الرسائل كما ذكرنا أولا الرئيس في هذا الختاب المرتجر وغير المحذر له أصلا ما حظره خلاص وواضح الارتجال فقط كما قلت لكم الظهور من أجل الظهور ولكن هذا الظهور أراد منه أولا أن يقول بأنني لازلت بخير وأنني سأتعافى معناها ينهي الذين يفكرون في عزله وإعلان شغور المنصب أمر آخر وجه الرسائل قال بأنني كنت أتابع وكنت على تواصل مع رئاسة الجمهورية وهذا إما أن الرئيس قالها فقط ليبين بأنه كان يمارس مهامه ولم ينقطع عنها أو أنه كان بالفعل يجري التواصل مع الرئاسة ومصالح الرئاسة أخفت هذا الأمر زلت اللسان الوحيدة التي قالها هو مستشار عبد الحفيظ علاهم عندما قال بأنني تواصلت مع ابنه وبعد ذلك أمرا أمرا من طرف جهات بأن يكذب لذلك لجأ إلى جريدة الوطن وكذب هذا الأمر ولم حسب متابعتي لم ينشر التكليب لدى روسيا اليوم طراء لماذا لم يرسله إلى روسيا اليوم أنت وكالة معينة أو جهة معينة نشرت تصريحات منسوبة لك تكذبها عند الجهة المعين مش تلجأ إلى جريدة الوطن فقط وتمريرها لحاجة في نفس يعقوب وليس الهدف منها أنك بالفعل لم تصرح إلى هذه الجهة إذن الرئيس كما أنه أراد أيضا قال بأنه سيتواصل برنامجه أقاضية أشار إلى الانتخابات قانون الانتخابات وهو سبق من قبل وقال أنه بعد تعديل الدستور سيكون هناك قانون للانتخابات الرئيس يقول أنا بخير أنا أمارس مهامي لم أنقطع يوما كنت على تواصل مع الرئاسة برنامجي سيتم البرنامج الذي سطرته تتمثل في الجزائر الجديدة سيتم هذه هي الأشياء اللي أكدها وحاول طبعا أن يظهر بأنه يتابع تكلم عن الدخول المدرسي تكلم عن كورونا تكلم عن الوضع الاقتصادي أشارا مثل هذه الأمور ليبين بأنه متابع للأحداث وليس كما قد يلجأون إليه ويقول بأن الرئيس عاجز عن ممارسة مهامي كما أن الرئيس أيضا أنه يتماثل للشفاء وأنه يتطلع إلى العودة اليوم قبل غدا وأنه يتماثل للشفاء وإذن أن وضع الصحي لن يكون في اتجاه سلبي كما قد تقول بعض الأطراف لذلك أنه يتماثل في الشفاء وأنه هو يتكلم بصفة عادية رغم أنه مرهق طبيعي ولكنه يتكلم وأعتقد بأن هذه كلها رسائل موجهة إلى طرف ما أنا لا أقول السلطة كلها عزمت أمرها على عزل الرئيس بل أنه هناك طرف وقلتها من قبل في أحد المداخلات أن هناك طرف قوي في السلطة يدفع نحو مرحلة انتقالية ما بعد الرئيس تبون هذه الرئيس الآن ظهر وقال أنا أتماثل للشفاء أنا كنت أتابع الأحداث أنا كنت على اتصال مع الرئاسة نعطي الأوامر هذا ما أريد أن أقوم به إذن هذه كلها رسائل موجهة إلى طيار أو جهة معينة في السلطة هو يدرك من هي ولكن لم يذكرها ولم يحاول أنه يظهر كأنه يوجه لها رسائل ولكن الواضح جدا على وضعه وعلى كلماته وعلى ما أورده في رسالته وعلى الظروف التي ظهر فيها وعلى الشكل الذي ظهر عليه كلها تؤكد بأن هذه الرسائل رسائل متعمدة ووراءها ما وراءها والأيام القادمة بلا أدنى شك ستكون كفيلة بإظهار ما أريد إخاؤه في هذه المرحلة الرئيس بقوله بأنه هذا الجزائر الجديدة والانتخابات وقانون الانتخابات وتوصيات إلى وزير الداخلية والولاة بضرورة الانتباه ومتابعة وتطبيق توصيات الأوامر حول جزائر الظل وما إلى ذلك كلها مؤشرات توحي بأن الرئيس لن يقبل بمرحلة الانتقالية وهو رد عملي ورد موضح عبر هذه الكلمات لم يقل أنا ضد المرحلة الانتقالية ولكن قال بطريقة غير مباشرة أن البرنامج الذي شرع فيه منذ انتخابه في 12-12 أنه لا سيتمم برنامجه المتمثل في الجزائر الجديدة كما سمعها معناها أن الرئيس يرفض المرحلة الانتقالية التي تحدث عنها ماكرون ولا يمكن أبدا أن يكون حديث ماكرون جاء من فراغ وأراد أن يمهد للأمر بمدح الرئيس بالشجاعة معناها أن الرئيس سيكون شجاع في اتخاذ مثل هذه القرارات طرى ماذا ستسفر عنه الأيام القادمة إذا استمر وضع الرئيس في الشفاء والتعافي هذا شيء آخر ولكن قد الأمور تكون مفتوحة على أي احتمالات أخرى ونحن نعرف أن هذا الوباء أحيان إنسان يشفى أحيان يعود الله أعلى وأعلم بهذه الأمور هنا تكمن الكثير من علامات الاستفاة أمر آخر أنه ظهور الرئيس من حيث الشكل أولا أن الظهور غير لائق تماما فالرئيس من المفروض يظهر في شكل أفضل وخاصة أنه ما قاله اعتبر خطاب للأمة وهكذا ذكر التلفزيون ومواقع الأنترنت الوكالات والإعلام الرسمي ذكر أنه في خطاب للأمة خطاب للأمة لجب أن يكون ببذلة رسمية وليس بهذا الشكل لذلك لا يمكن اعتباره خطاب للأمة خطاب للأمة من المفروض أنه يسجل وبعد ذلك يذاع مباشرة أول مرة في نشرة الثامنة النشرة الرئيسية في تلفزيون الجزال إذن هذا ليس خطاب للأمة لا يمكن اعتباره خطاب للأمة حتى لو اعتبروه بل أنه مجرد كلمة وجهها إلى الشعب الجزائري بطريقة ما لحسابات ما لذلك الطريقة التي ظهر بها الرئيس غير لائقة أبدا بمنصب الرئيس خاصة لو كان عمل الفيديو خفيف أنا بخير طبعن وامتسم هكذا للجزائريين وحطها في الفيسبوك أو في تويتر ربما نمررها ولكن الظهور بما سمي خطاب للأمة وعلى هذه الطريقة وبهذا الشكل وبهذا التصوير أعتقد بأنه غير لائق تماما واضح أن الرئيس تحدث بالفندق من ناحية الستائر ومن ناحية الشكل وتليفون وكذا وكذا واضح أنه في فندق إذن أن الرئيس إذا كان خرج من قبل راحل إقامة ما أو راحل مركز ما كنا قلنا ربما مركز إعادة التأهيل الصحي والتأهيل العضلي والتأهيل التنفسي يبدو أنه خرج من هذه المرحلة وانتقل إلى فندق في فندق ما في جناح ما واضح أنه في فندق أمر آخر أن الظهور كان سريع ومستعجل قال للفيديو لم يدرس بعناية أنه أنا كما قلت لكم في البداية يبدو أنه الرئيس وصلته معلومة ما فأراد الظهور مستعجل جدا صور فيديو تم تقطيعه عبر التليفون فقط وبطريقة سريعة وتم وضعه على تويتر بتلك الطريقة إذن ظهور مستعجل أولا كلمة الرئيس لم يتم تحضير لها كانت ارتجالية كانت ما فيها ما فيها شيء يمكن أن يهم كثيرا بقدر ما فيها رسائل ما وراء الكلمات وما رأى اختيار هذه المواضيع بطريقة عشوائية لكن المؤكد أن الرئيس أراد أن يقول أنا بخير وسأكون بخير وأنا أمارس مهامي ولا يمكن أبدا أن أقبل بأي إجراءات تتخذ ضدي من طرف الذين يدفعون إلى عسل هذا هو الواضح من خلال الفيديو فأيضا كما كان الواضح أنها كاميرا واحدة عن طريق الموبايل فيها كسماعة عن طريق الموبايل وفتح الأمر الجدل الإضاءة كانت ضعيفة مما خلى أنه جزء معين فيه كأنه فيه سواد هكذا وعلى عكس ما كان عليه المفروض والأمر واضح أنه هذا كان خروق ظهور سريع ومستعجد جدا لكأنه يصابق الزمن من أجل الظهور قبل أن تتخذ أي إجراءة الذي قام بتصويره شخص مقيم معه داخل الإقامة والأرجح أنا لا أقول هذه معلومة بل الأرجح أن ابنه هو الذي قام بتصويره وأن ابنه هو الذي نشر هذه الفيديوهات على حساب الرئيس في تويتر ظهور هذا وبهذا الشكل كما قلت وضع علامات استفهام كثيرة الرئيس لم يتحرك بقي دائما ثابت بهذه الطريقة لم يقف لم يمشي أيضا ذكر عودة إلى قوتي البدنية معناها أن الأمر تعبان بدني ربما كما قلت أنه لا يستطيع الوقوف ولا يستطيع أنه يتحرك كذا وكذا وهذا الأمر طبيعي جدا لمن أصيب بهذا الوباء ويتعافى منها أنا قلت أنه هناك من أعرفه مروا بهذه المرحلة هناك لم يزالوا ما يقدروش يمشوا وهناك من يتعافوا قضية قضية وقت من حيث المضمون طبعا تحدثنا بأن الرئيس حاول أن يثبت بأنه موجود أكد على أنه الحاكم الفعلي للبلاد من خلال أنه كان يتابع الأحداث أنه لم ينقطع عن الرئاسة أنه يعطي أوامر للولاة والوزير الداخلية أنه سيتم برنامجه كما يجب أن يكون هذه كلها فيها رسائل رسائل واضحة وبينة وموجهة إلى طرف معين في السلطة سلطة واضح الأمر واضح الأمر ما تجي تحللها لي لأنه كثير من الناس فرحوا بظهور الرئيس نعم أنا الحمد لله أنه تعافى ونتمنى أن يعود سالما ومعافى ليكمل مشواره ويمارس مهامه هذا أمر طبيعي نتمنى له من حيث كإنسان ثم أيضا كرئيس لأنه لا نريد البلاد أن تدخل في أي منعطفات أو أي كهوف مظلمة أو مسارات غير مأمونة العواقب طبعا هذا الذي يراه عموم الناس ولكن المحللين وخبراء في الصورة وخبراء في الإعلام وخبراء في السياسة يقرؤون ويرون ما لا يراه كل الناس عامة الناس يرون أن الرئيس ظهر الحمد لله تكلم خلاص انتهى الموضوع لا ينتهي عندنا الموضوع بهذا الحد أن هناك نقرأ السطور ونقرأ ما وراءها ونقرأ المضمون ونقرأ الشكل ونقرأ ما وراء هذا الظهور كله ولدينا معلومات تصلنا وأكيد أن المعلومات هذه يعتبر القليل من الكثير وعندما تصلنا ربما معلومات أخرى ستكون الصورة أوضح نعم ستكون الصورة أوضح لنا ولغيرنا غيرنا على ما يحدث وما حدث على مدار هذه الفطرة عندما قلت لكم من قبل أن الرئاسة تعاملت بطريقة مشينة مع الرئيس كنت أعي ما أقول ويكفي ظهور الرئيس ليؤكد بأن هناك أطراف أرادت أرادت بالفعل التخلص من رئيس الجمهورية وقلت لكم من قبل أن هناك في الرئاسة وفي نظام الحكم من يحفر للرئيس قبره والرئيس جالس في قصره ربما لا يدري ما يحاك له أو ربما عاجز على أن يتصدى لهذه اللوبهات المتغلغلة في دوليب الدولة السياق العام واضح أن الرئيس تكلم عن ظروف صعبة مرة بها وهذه الظروف الصعبة أدخلته في وضع صحي صعب نجى منه بأعجوبة الرئيس أيضا تحدث في ظروف المعلومات تتحدث بأن هناك طيار قوي يدفع إلى عزل الرئيس والدخول في مرحلة انتقالية الرئيس أيضا تكلم بعد 13 يوما آخر بيان صدر لرئاسة الجمهورية كان يوم 30 نوفمبر يعني بعد 14 يوم بعد 15 يوم نعم بعد أسبوعين من ذلك البيان الذين قالوا بأن الرئيس سيعود في الأيام القادمة بعد 15 يوم لم يظهر شيء وعندما يظهر الرئيس يظهر بهذه الصورة غير المتوقعة وهذه الصورة التي توحي الكثير تؤكد على أن الأمور ليست على ما يرام الرئيس وتضع علامة استفهام عن طريقة إصابة الرئيس بالفيروس وبل أنها تقوي ما روينه من قبل أن هناك جهة ما أدخلت شخصا مريضا بفيروس كورونا إلى الرئيس فنقل له العدوى ولم تتم حماية الرئيس من تسلل هذا الفيروس عبر هذه الطريقة وأن مشروع التخلص من الرئيس كان قائما حتى من طرف الدائرة المحيط به نعم لذلك عندما يعود الرئيس لدينا ما نقوله لرئيس الجمهورية من أجل إن كان يريد بالفعل تطهير البلاد والبدأ في جمهورية جديدة وجزائر جديدة ليس بهذه الطريقة وإن كان يريد فقط أن يساير هذه الطيارات النافذة فمصيره ربما سيكون أسوأ من مصير متفق كما أنه الأمر أيضا واضح بأن الرئيس أدرك بأن هناك غموظ وهذا الغموظ متعمد فأراد تبديده بطريقته الخاصة وليس بطريقة الدولة لأنه لو كان بطريقة الدولة لكان الطريق آخر غير هذا جاتوا فرقة تلفزيونية يصوروه ويحكي مع أطباء جالس يشوف ملفات حتى ترامب لما كانوا يظهروا في صورة وهو في حجره الصحي كان مفاتح ملفات أمامه ويتابع القضايا ولكن الرئيس لما يظهر مباشرة في هذه الرسالة المستعجلة وعبر موبايل وعبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أعتقد بأن القضية ليست عادية جدا ومن يراها عادية إما أنه لا يفهم في السياسة شيء أو أنه فقط لا يهمه ما يحدث أو أنه يريد غض الطرف عن حقيقة ما حدث وحقيقة ما يحدث والقادم بلا أدنى شك ليس على ما يرى هذا ما أردت إخواني الكرام أن أتحدث فيه عن هذا الظهور برئيس الجمهورية هذا الظهور الذي كما رأيتموه ظهور غير عادي في ظرف غير عادي مما أوحى إلى أن الأمور كانت تسير بطريقة غير عادية هناك نقاط أخرى ما زالت سنتحدث فيها بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله